بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في سلسلة دروس ويندوز والتي نقدمها بواجهة فرنسية وواجهة انجليزية لكي يستفيد مستخدم الواجهة الفرنسية وكذلك مستخدم الواجهة الانجليزية من هذا الفيديو في هذا الفيديو سنحاول أن نتطرق إلى كيفية حذف مستخدم ما يسمى بـ Utilizator في الفرنسية المستخدم كيف نقوم بحذفه مثلا هنا لدي المستخدم ثلاثة واربعة وخمسة ثلاثة مستخدمين سأقوم بحذف حذية كيف نقوم بذلك بشكل سريع وسهل وبسيط نذهب إلى راية ميكروسوفت أو شعار ميكروسوفت هنا أقصى اليسار أسفل ونكتب بانو P-A-N بهذه الطريقة P-A-N ثم نذهب إلى بانو دوكوفيقاتيو ثم نبحث عن أيقونة تشير إلى وجهين بهذا الشكل رجل وامرأة ننقر عليها ثم نذهب هنا إلى هنا بهذا الشكل ثم نختار الحساب الذي نريد أن نقوم بحذفه مثلا نختار رقم خمسة نختار رقم خمسة ونتأكد من أنه فعلا الذي نريد أن نقوم بمسحة لأنه إذا قمنا في حساب فيه معلومات خاصة بنا فسا تضيع تلك المعلومات سنعرف كيف نمسح بحذف المعلومات أو بدون حذف المعلومات هنا رقم خمسة هذا الخيار ركزوا جيدا هنا مثلا إذا كان مستخدم إنشأته لغرض سريع أنجز به ما أريد إنجازه ولم أضع عليه ملفات فيمكن أن أحدف تلك الملفات ولكن إذا كان مستخدم أعمال به بشكل مستمر وأردت تغيير المستخدم من الأفضل أن أختار عندما أختار التي تعني المحافظة على الملفات فإن تذهب إلى سطح المكتب ونجدها هنا عند نهاية عملية المسحة في حالتي أنا سأختار لأنني لا أحتاج هذه الملفات ولكن ننتبه إلى هذا الأمر إذا اخترتم ستضيع جميع ملفاتك ولا تتوجد على منذ كومه وفابوري وميزيك وفيديو وبيرو وإلى آخره أما إذا أختارتم كونسيرفي فستحافظوا على تلك الملفات سأختار أنا سبريمي الفيشي ثم سبريمي لكونت فسيختفي وهذا يبقى فقط ثلاثة وأربعها سنعود إلى الواجهة الإنجليزية لنتعلم كيف نقوم بذلك بنفس الطريقة نذهب إلى هنا نضغط على شعار ميكروسوف تقصى ليصال أصفل ثم نكتب بأين أي بانو ولكن هنا ليس بانو بالبانيل نفس الحروف ولكن يتم استدعاء نفس الخاصة التي نحتاجها هي كونتر البانيل ثم نبحث عن الوجهين الأيقونة الوجهين من أفضل التركيز دائما على هذه الأيقونات عواد القراءة لأننا قد نعمل على ويندوز بإيطاليا أو إسبانيا أو أي دغة أخرى وهنا يوزر كو أكونت ثم نذهب إلى منتج النودر أكونت هنا هذا الخيار ثم نذهب إلى الذي نريد مسحة هنا خمسة كمان خمسة ثم ديلت دو أكونت يعني أريد مسح هذا المتسخدم هنا ديلت فايلز أي مسح الملفات وكيف فايلز أي إبقاء على الملفات سأختار أيضا ديلت فايلز إذا أردت الإبقاء على الملفات فيمكنني أن أختارها وسأجدها على سطح المكتب وإن قمت باختيار ترك الملفات سنجربها لكي ننوع الشرح سنجربها ديلت أكونت وسنتفقد سطح المكتب نمتذب إلى سطح المكتب سنرى في دوكيمو ديسكتوب بونو غير موجودة أعتقد لأن المستخدم فارغ لا توجد عليه أي ملفات لأنني أنشعته بالتو ولكن هذه هي الطريقة نذهب إلى جعال ميكروسوف نرتب فان أي كونتر فان ثم نذهب إلى يوز الأكون ثم نذهب إلى مانجة أندر كونت ثم نذهب إلى الذي نريد مسحة ثم نختار ديلت دو أكون ثم نختار إما الإبقاء إما مسح الملفات أو الإبقاء عليها إذا اخترنا الإبقاء علي الملفات فإننا سنجدها هنا على سطح المكتب كان هذا كل ما يتعلق بعملية مسح حساب أو حذف حساب من الحاسوب وكم تشاهدون فقد تم حذف الحساب إذا ذهب إلى هنا كان ثم أربعة ثم خمسة في الويندوز بالفرنسية كان أيضا لقم خمسة ولكنه لم يبقى كما تشاهدون فقد قمنا بحذفه كان هذا كل ما يتعلق بكيفية حذف مستخدم من جهاز الحاسوب وإلى فيديو القديم إن شاء الله